لم تتوقف آلة القمع الحكومية ضد المتظاهرين السلميين منذ انطلقت تظاهرات ثورة تشرين قبل أربعة أشهر قنابل غاز غير مخصصة للاستخدام ضد المدنيين تحولت إلى قذائف تطلقها تلك القوات مباشرة على رؤوس المتظاهرين ناهيك عن الرصاص الحي الذي بات إطلاقه ضد المتظاهرين العزل طقصا يوميا لقوات حكومة بغداد وميليشياتها ما أسفر عن المئات من الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى والمعتقلين والمخفيين قصرية قطار الموت الحكومي والميليشيوي تنقل سريعا عبر مدن العراق الثائرة ليصل إلى الكوت مركز محافظة واسط ليواجه المتظاهرون السلميون قنابل الغاز والرصاص الحي اليوم ماصد تنتظر من أجل حرية اليوم ماصد تنتظر من أجل مصلاح اليوم ذلك في اليوم إيران جاي يحجمون حديثين بالطرق الحي وليش بالطرق الغير حي بالطرق الحي استشارة تلافة واصاب أكثر من أقارب أصبحتها اشتفر بس ما يمعون حزيمتنا احنا كشباب عدة حزيمة لا يجب حقق أرامتنا شهداء وجرحى في الكوت كما في غيرها من مدن العراق بأيدي القوات الحكومية وملثمون يؤكد ناشطون أنهم تابعون لميليشيا السرايا تحرقوا بأمر من عادل الزرغاني نائب محافظ واسط والعضو في التيار الصدري حيث حاولوا استفزاز طلبة الإعدادية المركزية في المدينة قبل أن تأتيهم تعزيزات من قوات مكافحة الشغب لقمع الطلبة الذين احتجوا على محاولات إجبارهم على مواصلة الدوام هناك شهداء تلس شهداء اليوم وجرحى تقريب سوطاء الجريح تقريب ثلطة هذا الطلق للدوام كل طلق حي أمان هاي طلق حي الدخانيات العالم راحت كل ثلاثة رمحة شما يدين بهاي الشباب شما يدين بهاي العالم اللي جاي تروح تستشهر غير أن كل ذلك لم يفت في عدد الثوار أو يضعف من عزيمتهم فأكدوا مواصلة فعاليات الثورة حتى تحقيق أهدافها بإسقاط نظام المحصصة والفساد وبناء عراق العدالة والحرية والكرامة الإنسانية اشتركوا في القناة